كما أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن تدعيات الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا يعثرين بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش بجانب خلق ظروف صعبة لصانع السياسات وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة والطرابات سلاسل التوريد المتزيدة ومواطن الضعف المتعلقة بالديون وأشار محافظ البنك المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة لتحديات إنمائية هائلة مع عدم كفاية التمويل